نهارك سعيد كنت لسا متناقش أنا والدكتور إن مش شرط إن الواحد يكون دكتور أو مهندس بس ممكن يكون عنده تالنت ودكتور إنت عندك تالنت في الكتابة وكتابة ساخيرة كمال أنا بكتب شعر أصلا شعر ساخر برضو ومقالات من حوالي 15 سنة مسا بس كان بها بينزل على المواقع القصائد الشعر بتاعتك كنت ممكن أصورها فيديو كده وحطها على يوتيوب وبتاع لحد ما يعني تبلورت الفكرة إن أنا أعمل الكتاب ونزله في المعرض الكتاب اللي فات ما أنا عايز أجي بقى للفكرة ذي يا دكتور أنت وحنا بنتجيش قبلها وقلت لي أنت كنفسك أصلا تدخل معها التمثيل آه ده حقيقي أنا جيت القائرة أصلا عشان تخل معها التمثيل دي الحاجة اللي أنا بحبها اللي أنا شايف أن أنا ممكن أعملها إن أنا يعني أكتب أو أشتغل في الصحافة في الإعلام في الحاجة اللي أنا بحبها يعني توكسبرس ميسيلف أن أطلع الحياة الفكرة اللي عندي لكن طبعا دوامة الحياة بتأخذ الواحد برضو شوية والمجموعة أكيد استخصار المجموعة من التوانية وتسعين في المائة والديون في المبارك طبعا وبيبقى ساعتها برضو الأهل وبتاع لا وأنت مش عارف إيه ابننا دكتور وكده دكتور راح والدكتور جيه ما بيعرفوش اللي فيها طبعا دكتور عايز أجل الكتاب وعايز أعرف أنت من إمتى بتكتب عمتا وإمتى الموضوع خدم معاك نقدر نقول احتراف أكتر أنت تكتب كتابي بكتب عموما من حوالي 20 سنة مثلا أو يمكن دي طريقتك أن أنت تأكسفاس يوسف أو أنت تتعبر عن نفسك ده كان أول بداية في الشعر والمقالات التي تنزع على الموقع أو في بعض الجرائد زمان لحد ما بالتشجيع من زمائي لي وأصحابي اللي هو الناس اللي كانت بتقرأ لي الحاجات اللي كنت بنزلها وكذا على فيسبوك مثلا إنه ده لازم يبقى كتابي لازم يتبلور يعني في إطار واحد خصوصا أنا لما بدأت أفكر في سرد المواقف اللي بتحصل في المستشفى بين الدكتور والعينين بين الدكتور والدكاترة زمائيل والتمريض وأهالي العينين فالموضوع كان إيه زي ما قلت قبل في التقديمة الأول هو أهم يضحك وهم يبكل هو ده بالزبط يعني إيه اللي هيرى الكتاب ده ممكن تلاقي نص وشه بيعيط ونص تاني بندمع بالضحك يعني صحيح فعلا لأن زي ما قلت ممكن الملف الطبي أو الملف الصحي عمتا في مصر وحال المستشفيات وحال الدكاترة كمان زي ما قلنا هم يضحك وهم يبكل عايزة أجي فعلا اليوميات دكتور نواطشي أنا أصلا كمان عجبني كتاب جدا وعجبني صورته يعني حلو جدا يعني صورة زي ما أنت شايفها كده هو لابس بدل العميات وعليها بلتو ولابس شب شب بصبع وفي جيبو سندويتش طيب أنت كتبت على الغلايف يمكن عدد من الأسئلة للقراء أنت كنت عايزة من هما يجاوبوا عليها ولا الإجابة احنا هنلاقيها جوة الكتاب لا الكتاب الأجوبة جوة الكتاب يعني مثلا لما أقول له عمرك شفت حاجة بتتحرك في وقبتك في المستشفى أو لا لا ما ممكن يفكر إيه اللي ممكن يمشي جوة واجبة في المستشفى شميت ريحة جثة في سكن الدكاترة أو لا لا يعني الكميونيكيشن اللي بتحصل أو مثلا واحد قريبه ولقد الله محجوز في الرعاية فطلب من الدكتور مثلا تقرير طلبته بالعربي ولا بالإنجليزي ولا بالإثنين بتحصل من كده مواقف يعني مثلا إيه جي واحد لو صنعت يا دكتور أنا عايز تقرير مفصل بالحالة كنت أنا إيه شرحت للأهل العياني الدنيا فيها إيه والمريض عنده كذا فجي واحد بقى اللي هو عرف أنت أبو العريف بقى اللي هو بيحاول يعني إيه يبقى هو هل أنت البيريمو اللي فيه لا 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 الكلام ده مينفعنيشها دكتور أنا عايز تقرير مفصل محالة هو سمع بقى كلمة فعايز فكتبت له تقرير مفصل بالعربي على أساس أنه أنا ما عرفش ان هو دكتور وألا أو طريقة كلامه ما ألقى ليش أن هو دكتور فأولت له تقرير بالعربي قال لها إيه ده دكتور؟ لا ورع بصلي عارفة اللي هو يعني الكلام ده مش من مستوى يعني ديني تقريب بالإنجليزي وبتلحظ كتبت له تقريب بالإنجليزي وده كله بقى إنتي وعندك عيانين وبتاع وحاجات تانية بتعمليها فتقعد تكتبيه له تقريب وبتاع وكده وده تقريب فهو دوكيمنت ووثيقة فلازم تبقى مظبوطة تماما يعني فرع بصص في التقريب كده ممكن تترجمه لي بقى؟ طب يا عم أبوسي إيدك أنا عندي شغلة تانية طبعا عايز عارف التجربتك مع المرضى وده اللي انت قررت ان انت يعني تتعمل في كتاب بس في نفس الوقت الأسلوب الساخر انت اخترته ان ده اللي تعرض به يومياتك مع المرضى ومع الكرو عمتا؟ بالزبط لأنه في حاجتين أولا المواقف اللي جواب المستشفى غالبا حيات سخيفة ورخمة وحيات وحشة وناس برا بضعاية وناس يعني قلانة وناس متوترة وكده فعلشان توصلي اللي بيحصل ده بطريقة لطيفة وتغري القارئ ان هو يبص فيه يعني ايه لاي ده أنا مالي ومال المستشفى ودكتوره وبتايعه لكن لما يكون فيها سمة لطيفة حاجة كوميديية حاجة تدحك هيعرف اللي بيحصل جوا ايه وفي نفس الوقت يدحك ومبرضه مش بعيد يستفيد شوات معلومات يعني ما يضرش لو استفيد حاجة ما هي الفكرة فعلا في كده انك بتكتب تجربتك الشخصية مع المرضى ومع الناس يتتعامل معهم في المستشفى وفي نفس الوقت بتسرد مواقف ممكن تكون او هي مواقف كوميديية وفي نفس الوقت مواقف واحد ممكن يتضايق صحيح يعني يعني مثلا لو لو واحد مش دكتور مثلا وفاكر ايه انه دكتور دول بقى لأ يعني دول بهاوات بقى وبتاع وكده لا لو ارى الكتاب يعرف انه مثلا ايه ازاي ممكن دكتور يبقى مثلا 24 ساعة ما نمش خالص لذلك هو ممكن يعني لو ابوه كلمه في التليفون مش يعرفه يعني جعان مكلش مكلش اه جعان الساعة بقى التسعة بالليل مثلا واصلا مفطرش يعني هو مش عارف هو عنده عينين ومسؤول عن ارواح ناس وكده اه الدكتور ده مثلا متشعبط في اوتوبيس مثلا مش متوقع انه الدكتور اه لا مرتبه ما ينفعش يجيب عربية فهو بيتشعبط في الاوتوبيس فهنا كده يعني انا مشوف مثلا في واحد واحد عارفه ركب الاوتوبيس وبعدين ايه بالصدفة ركب معا حد من العينين اللي هو كان شايفهم قبل كده فقاله خاص عنك يا دكتور انا اتفعلك يعني حسن يعني صحبي ده كان هينتحر قبل انه ينزل لا انا عايزة اروا معك الاسئلة اللي انت كاتبها لقراءه ومفروض ان اجابتها موجودة يعني بالزبط عمرك دخلت قسم الرعاية المركزة في احدى المستشفيات طب عمرك سمعت عن مشكلة بسبب ذهابك للحمام وانا اول ما فتحت فتحت عن الحمام انا عايزة اروح للحمام ايه موضوع بقى انا عايزة اروح الحمام الموضوع انه العينين جوه الرعاية اغلبهم او جزء منهم بيبقى راجل كبير في السن فمسلا ايه بصي اوه بطب انفعش تتحرك دلوقتي ولازم تفضل قاعد على سريرك علشان احنا في محلية مهمة متوصلة بالوريد ولازم تاخدها بطريقة معينة وبتاعة لا انا عايزة اروح للحمام طب حيك هو احنا فيه قسطرة متركبة فانت اصلا قريدي بتعمل الحمام وانت في السرير عشان منفعش تتحرك وكاد لا انا عايزة اروح للحمام فمسلا ايه طب حد من اهله يا جماعة يخش يفاهموا انه هو مش عقف ايه ممكن خمس داية وتلاقي ايه راح عايزة مكسر كل حاجة اوزاي الاجهزة لا انا هروح للحمام فعني خمايات بقى وحاجات زي كده يعني بتبقى فيها موقف غريبة شوية لا وفي نفس الوقت طب عمرك وصف لك واحد عليك فقط عشان ابن خالته كان عايزة بنفس المرض ده اه بصي تلاقي واحدة قاعدة مع عزميلتها في الشغل مالك يا مادام سعاد انا مصدعه شوية لا ده تلاقي ضغطك عالي بصي في دواء اسمه كذا كان استاذ محسن جوزي بياخده وممكن تخديه وهتبقي كويسة ان شاء الله طب انت دكتورة لا استيرها الضغط لا طب انت تعرف اصلا ينفع تاخد دواء لا 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 هو الدواء فسا فكرة ده حل المصيرين كلهم يا دكتور انا عندي مثلا مهمت نفس القصة يعني لو في دواء برد او في دواء حاجة هو نفس دواء هتاخده طبعا انا باية فكرة كده بصي انا لازم نبطل نفتي ايه والنبي ابوز ايديك وبطل وطفته في الطب بالذات ليه بقى الموضوع ده تكلفته خطير طبعا يعني ايه كل دواء او ده بقى الهم اللي يبكي زي ما مشاهده ايوه طيب لو واحد فعلا جيه بالذات مراته ولا مراته مش مشكلة ممكن احيان اخلاص منها يديها دواء غلط ولا احيان اخلاص منها لكن لو حصل مشكلة فعلا لحد انت تحبيه علشان انت يوصفت له دواء غلط هتبقى ازمة كبيرة في حياتك كلها طب ليه ودي له الدكتور يا سيدي واعرف الحقيقة وايه واسأله انا فعلا عايزة اتكلم يمكن انت ذكرت فعلا معظم المواقف فيها اكيد هم يدحك الهم اللي يبكي هي حل المستشفيات وحل المرضى وحل الطب عمتا في مصر ده انت برضو ذكرته في الكتاب بتاعك بس بطريقة سخيرة صحيح؟ ده صحيح ده موجود لانه هي منظومة كلها يعني ما ينفعش اقول للدكتور مثلا ابتسم في اوش العيان وهو ما نمشي من ثلاثة ايام علشان هو مش قادر يعيش بمرتبه فهو مضطر يشتغل في مكان واثنين وثلاثة ما قادرش اقول للعيان خليك هادي ولطيف مع الدكتور وهو يروح المستشفى ما يلاقيش مكان فبيروح شابت فرقابة الدكتور ده يعني يطلع زمارة رقابة بس هو الدكتور ده هو اخر واحد يتسايل اصلا هو مقولش دعو يعني مفروض مثلا فيه سيستم كوميونيكيشن بين المستشفىات والله ده وزارة الصحة بقى تعمله ومش عارف مين يعمله عشان العيان لما يروح المستشفى دي ملاقيش مكاني هيبعته اوتوماتيك على المستشفى التانية لكن هو طبعا انت ذكرت كمان السلبيات اللي موجودة بس الطريقة ساخرة طبعا طبعا المشاكل اللي بين الدكتورة وبعضهم يعني الدكتورة الكوبر مثلا يعني يعني دكتورة الصغيرين بالنسبة مثلا كمان لرسالة في نفسانة يعني طبعا في نفسانة واسفين وكل حاجة يعني فكرة ان احنا امتك كبير يدي فرصة للصغير ان هو يشتغل وان هو يتعلم ان هو يبقى لانه هياخد مكانك في يوم من الايام يعني انا شوف يعني روحت مرة في زيارة في امريكا في واحدة المؤتمر فدخلت شوفت بصراحة لا تعامل مختلف جدا ان الدكتور ده الاستشاري مثلا بيجهز الدكتور اللي تحته انه هو هيبقى مكانه وده منتهى السعادة يعني ايه مش هلا ده هينفسني ولا مش عارف ايه ولا بتاع التطور طبيعي يعني المفروض ده يحصل ما هو احنا ما عندناش تطور طبيعي عشان كده احنا ما عندناش فكرة التيمورد كمان لأ طبعا ممكن الغرب استفاد منها وعرف ان معناها مهم جدا وتطبيقها كمان مهم جدا بس احنا لأ احنا لسه عندنا تنافسية عالية قوي مش مش كلام تنمية بشرية قوي لكن منطقية انه الحياة فيها اتجاهين فيه اتجاه رأسي اللي هو زي ما احنا بنعمل انا فوق يبقى لازم ادوس على تحتي علشان ما حدش يطلع ياخد مكاني مكيافلي ايه بالضبط لا يعني كل حاجة وايشة في الموضوع ده بالضبط الطريق الثاني اللي هو افك الحياة التاسع للجميع حقيقا النهاردة ده استشاري بكرة طب مول كان نايب او لسه ممارس عام هيبقى نايب ويبقى خصائي وهيبقى استشاري في يوم ايام علشان ما هو هي دي دورة الحياة لازم كلنا نمشي فيها من كنت شاركت انت شاركت السناتي في معرض الكتاب وده كان اول مرة تشارك فيه؟ صحيح ده كان اول مرة تشارك فيه طب ان ايه رأيت في المعرض السنة بك؟ والله الحمد لله كان لطيف كان فيه اقبال غير عادي لا كنتش متوقعه من الناس بذات الشباب كمان كنا نقول الناس قاعدة على فيسبوك تنهر وبتاع ما بتقراش كتب لأ الناس بتقرأ كتب وبيروحوا المعرض وبتاع برضو الحاجات اللطيفة يعني كان فيه حاجات كده في يوم حفلة التوقيع بتاع الكتاب كنت لابست بلتو والسماعي كنت أشيب على الكتاب برضو هي الحاجات على صفحيتي على فيسبوك يوميات دكتورنا بطشي حب برضو لو حد من المشاهدين يقرأ الكتاب يدين رأيه أو اللي ما أرهوش برضو هيأخذ فكرة عنه وعلى الصفحة يوميات دكتورنا بطشي طبعا أنا أعلم أنت هتركز في الكتابة ولا هتجمع ما بين الطب والكتابة في والله بصحة أو أنت بتتمنى لا أتمنى لأنا أتمنى أن أتفرق للكتابة والإبداع يعني قد أفلح وقد لأ عشان أنت عرفة بقى الدنيا والمسؤوليات وكده فلازم واحد يعني يوازن بين الاثنين لكن لو في فرصة أن أنا أتفرق للأدب بس هيكون أفضل بس فيه ممكن زي ما أنا وإنت كنا متناقش قبل الهوى يمكن أن فيه دكاترة كتير جدا بيكتبوا وفي نفس الوقت بيمارسوا عملهم كدكتور صحيح دكتور على الأسواني أو دكتور عزة بوعوف أو متهالي دكتور عزة بوعوف لأ بس منتعني أن فيه دكاترة كتير جدا بتمارس عملها الطبي وفي نفس الوقت بتكتب لسه ده صحيح بس بيبقى حسب الوقت حسب الأولويات حسب الحاجة اللي بيعملها يعني مثلا لو هو حس زي دكتور عزة بوعوف بيمثل لا مش هيعرف في الفتاقية ده مثلا بيبقى ملتزم بموعيد صحيح لا نحن كاسمك صحيح أنا عايز أرك عمرة تانية للكتاب وعايز أعرف أخذ منك وقت قد إيه يعني أنت تكتب يومياتك أكيد كنت بتسجلها يعني لك أسلوبك يعني كنت بتسجلها فعلا حوالي سنتين سنتين كتاب أخذ منك سنتين وبعد كده فترة الـ editing والـ reviewing أن أنا راجع وأن أنا دكتور بردو دي أخذ حوالي ستة شهور تاني بعد السنتين وطبعا معرض الكتاب زي ما قلنا بيبقى فرصة كويسة جدا وجميلة جدا لأي كاتب أنه هو يشوف رد فعل المطلقي أو القارئ على طول صحيح أنا كنت خاف من نقطة أنه أنا كنت قصد إن كتابي أو بطريقة سهلة أو سهلة ستوصل الناس كلها الحمد لله ده يعني أسعدني واللي استغربت له مثلا أنه وليت حد 12 سنة مثلا ممكن يقرأ كتاب ومبسوط وبتاع وبيضحك أحد أصدقائي هو نفسه أرى الكتاب لما ابنه أرى الكتاب فعجبه يعني أنت خدت كمان رأي أصدقائك ومقربين لك قبل ما ينزل كتاب طب طب وأهلك كمان كان رأيهم إيه من هما الدكتور هما عايشين المعاناة من زمان يعني فهم دول شافوا كل حاجة واشة بصدر لا ربنا خليهم لك يا رب يعني بفرحوا بيك أكيد طيب خليني أعرف أنت كمان بتكتب شعر وشعر ساخر صحيح طب ممكن نسمع حاجة نسمع حاجة ممكن نسمعها مذكرات دكتور سابق سابق طب تسبق لنفسك أنا صدر قالوا الناس قابلينا زمان خدوا حكمتكم من المجانين لكن صبحت بالتعديل أو تاخدوها من المساكين والمسكين اللي في حكايتنا طالب دارس ست سنين والسبعة قضاها كمان وبيقبض مية وخمسين ليل ونهار من صفحة تانية بيذاكر مرجع وكتاب وحياته ما فيهاش أجازات كلها شغل وويل وعذاب حتى في عز الليل كوابيس إيه اللي هيحصل لو خاب ولا حصل على وجيز يا أخوانا ولا يمحصل حتى شباب عمال بيذاكر ما يكلش بطن جراحة كتوبهم يامة داير داير زي الساقية تاير تاير في الدوامة زي التاير وسط الصحراء وما هو الشاي في أي علامة بعد دا كله هيحصل إيه خايف ييجي يقول يا ندامة شد في شعر وقال يا دماغي نفسي أنام لو حتى سواني بس الموضوع دا همخلصش وامتحاناته اليوم التاني يشرب قهوة وشاي على طول علشان يصهر ليله يعاني بص الأهل وقال سامحوني قبلش هاتي هتاخده جناني بعد ما خلص قال يا حلاوة بكرة طروق ما بقي الدكتور عمل يحلم بالمستقبل وإن يمسير ويعيش مصرور والمسكين دا ما كانش في باله ولا كان يعرف إيه مصطور ماشي سرحان بيهز في طوله راح مخبوط في عمود النور بعد الحادثة راح مستشفى شلف الجبس إيديه لتنين بعد نراح على الوحدة بتاعته وعنده تمرج اسمه حسنين قال له تعالى يا سيد دكتور دا العيان مات من ساعتين والمأمور مستني ساعتك والتحقيق يومي لتنين راح واقع من طوله يعاني قال ضيعت يا طب سنين بعد ما روح نص شبابه وعلى عنه عدسات سكنين بس خلاص الحال تحسن وهو عاش في المستشفى رازين المستشفى الصفرة الحلوة اللي اسمها عش المجاني الله حلو جدا يا دكتور حلو جدا وهلو جدا إحنا كمصريين كمان عندنا حاجة جميلة جدا إحنا بنترجم يوميات حياتنا بطريقة ساخيرة إحنا شعب ساخر عمتا شعب بيحب النكتة آه بيحب النكتة وبيحول حتى وبيني وبينك عمتا حتى طبقا نفسه أكيد هتوافقني في حاجة زي كده إنك تاخد الموضوع اللايتلي وبسيط كده وبطريقة ساخيرة يعني ما هو ده أحسن حاجة أحسن نروح مستشفى المجاني آه طبما هتتجنب بصي إنتي لو ركزت في كل حاجة واخدتها كده يعني وركزت أوي لأ ضغط وسكر بقى وشعرين تجي أو بتاع وتيجي ناس تأسطرهم وبتاعي وأحرام يعني بس فعلا الأمراض في منها جزء سيكولوجيكلي يا دكتور صح؟ ده الجزء الأكبر سايكوس وماتيك دس أوردر أو الأمراض النفسي جسمية يعني مش تخصصي مش هتكلم فيه أوي لكن ده حاجة يعني مهمة جدا نص الناس لو أخذت الأمور ببساطة أو ضحكت وخذت الأمور بشكل ألطف لا إن شاء الله يكون في صحة سعيدة شكرا دكتور محمد أبو العز وكتابه الساخر يوميات دكتور نباطشي بنتمنى طبعا أن أنتوا يريد تشاركوه على صفحيتها على فيسبوك يوميات دكتور نباطشي ويشرفوني بتعليقاتهم وبرعهم إن شاء الله شكرا يا دكتور وبتمنى لك يوم سعيد ومارسي جدا عن كتاب فاصل سريع ونكمل معاكم بقى فقراتنا فخليكم معنا ونهارك سعيد